يعني الضحايا من عشرتين الرفعات والجيسات التي تقطن المنطقة مصادر أشارت إلى أن الميليشي التي نفذت حملة الاعتقال ما زالت تخفي مصير أكثر من 18 شخص آخر لا يعرف مصيرهم حتى الآن يعني هذه عمليات البلطجة أو ما تقوم بها هذه الميليشيات ألا يمكن يعني من قبل الحكومة أو من قبل أي جهة أخرى أن توقفها عند حدها ربما أن تضع حد هذه الميليشيات لا 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 تستطيع لبدا أي حكومة أعطيك مثال على ذلك عندما أطلقت هذه الميليشيات وأمثالها الأذرع البقية واعتقل منهم 12 شخص يوم واحد فقط أطلق صراحهم الكاظمي ولن يجرى على بقاهم أكثر من 24 ساعة ومن ثم أتوا بصور القائد العام القوات المسلحة وداسوا عليها أمام الإذاعات والتلفزيونات داسوا على صور القائد العام القوات المسلحة هذه الميليشيات هي الحاكم على الأرض في العراق دعك من اليوم الرئيس الوزراء وبقية الوزراء هي الحلقات الأضعب في الدولة العراقية الحلقة الأقوى هي الميليشيات ومن يساندها في البرلمان وفي الحكومة اليوم الهيمنة على الساحة العراقية من قبل الميليشيات لا توجد شيء اسمه الدولة فقط ديكور وللأمور الإدارية لتدير شؤون الناس أما أمن الناس ومستقبلهم هو بيد الميليشيات تماما اسمحني